في المقبرة له مهدى ومهدى واحد معرفة الميت أهل الميت لنكون شهداء على الميت وعلى المختلف وبهذه المناسبة وبالصفة لابد من إلقاء كلمة تبيني لهذا المصاب الجريم قال تعالى في محكم الكتاب وبشر الصابرين الذين إذا عصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهددون ستقلوا العزة والجلال أيها الحضور أيها الحضور أحيانا كثيرا ومن هول الحدث لا يجد الإنسان الكلمات التي يستطيع أن يعبر بها عما يدور بداخله من مشاعر تجاه فقدان أشخاص استثنائيين ويكتفي بأن يخرج كل مشاعر الحزن والأسع عبر دموع صامتة أو من خلال استرجاع شريط الذكريات القريبة والبعيدة وفي كل الأحوال يبقى الدعاء والتضر إلى الله أن يتغمد برحمته الفقيد هو الملاذ والمخرج الوحيد من حالة الحزن والأسع أيها السيد الحضور ما أصعب ما أصعب أن يغادرنا زميل دون عودة إننا نودع اليوم رجلا من رجالاتنا الأبرار فمن هذا الشخص الذي حضر هذا الجمع الكريم لوداعه والتعزياد به إن هذا الرجل الذي أتاه هذا الجمع من كل صدب الوحد ليشهد ليشهد على رحيله اليوم هو النقيب هو النقيب محمد عمر الريفي فمن هو هذا الشخص من هو هذا الشخص يعتبر الراحل من القامات القانونية التي طبعت مسار العدالة بالشمال حيث كانت ولادته بقرية تبسين جماعة برارتن إقليم الحسيمة سنة 1922 وكانت بداية دراسة تعلمه بمدرسة أجدير التي تبعد عن دار والديه بحوالي 20 كيلومتر كان يقطعها يومياً بأرجله كان يقطعها يومياً بأرجله ذهاباً وحياباً وبعدها التحق بالمعهد الأصلي بالحسيمة إلى أن حصل على الشهادة الثانوية التي كانت يسمى على ذلك أفروبي ثم تابعت دراسته بجامعة القرويين بفاس إلى أن حصل على الشهادة شهادة البكالوريا ولمتابعة دراسته القانونية توجه إلى سوريا توجه إلى سوريا للدراسة القانون فكانت الخطوة الأولى في درب التعمق في الدراسات القانونية وقد استغرقت دراسته بسوريا حوالي خمس سنوات وبعد حصوله على شهادة إجازة رجع إلى أرض الوطن والتحق بالقضاء والتحق بالقضاء وكان قاضياً بالمحكمة الإقليمية بالنظور لمدة حوالي ثلاث سنوات وظل يمارس القضاء كما قلت مدة حوالي ثلاث سنوات وبعده التحق بالمحامات فكان فكان محامياً متمرناً بمكتب المحامي الإسباني إدواردو تيريول ثم مارس المحامات منفرداً ثم على وجه المشاركة مع الفقيد المرحوم عبد الرحمن أبو خالد ثم بالشراكة مع الأستاذ عبد الله أبريغاش وكان له شرف وكان له شرف أن تمرن على يديه وبمكتبه أساتذة ما زالوا أحياء بعضهم وفتهم المنية وأقول بالتخصيص الأستاذ الطهر الخضاوي النقيب عمر شنح النقيب حسين المسجع الفقيد مصطفى الباروزي عبد الله أستاذ عبد الله أبريغاش وعمار أزعار ويقوم بر الراحل واحد من القامات القانونية التي طبعت مسار العدانة بالشمال مارس المحامات بمدة حوالي خمسة وخمسين سنة خمسة وخمسين سنة وهذا الفقيد عندما كان يرافع في المحكمة وعندما ينهي المرافعة كل من كان يحضر في الجمهور يدفعه لأنه يقدم له يعني التقدير والاحتراف على المرافعاته القيبة كان يخلي كما الخلوك يخلي القعخاوية ماذا الجمهور بيتمعه نظراً لمرافعاته القيبة وحضي بشرف توليه مؤسسة النقيب فقد كان نقيباً وكان رجل الفكر الكل من يتعرفوه رجل الفكر رزان يعني تجالسه فتأخذ منه وتستفيد منه باختفاء هذه الشخصية الهامة تكون هيئة المحامينة بالناظور الحسيمة وجمعية هيئات المحامينة بالمغرب لأنه هو عضف هذه الجمعية دي المحامين بالمغرب قد فقدت واحداً من ألمعي وأفضل الأساتنة المتشبعين بالقيم الإنسانية النبيلة وبأعراف المهنة وأخلاقيتها أيها الحضور فاشعتنا كبيرة ولا نملك سوى الدعاء الفقيد بالرحمة والمغفرة وبالرحمة وبالرحمة أيضاً لكل من سبقه إلى الضار الآخرة وتعازين الحارة القلبية إلى كل أفراد عائلته عرب ربه وأولاده الدكاترة سيد محمد سيد عبد الناصر سيد عسما وسيد وفاء قال تعالى يا عيد والنفس المطمئنة اجع إلى ربك راضية مرضية فاتفل في عباده واتفل في جنته رحمك الله رحمك الله يا نقباً الفاضل إنا لله وإنا إليه راجعون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة